الإطار القانوني لممارسة العمل التمريضي قلنا إنه من أهم الأشياء اللي بتصادفنا أو من أهم الأشياء اللي إحنا بنهتم فيها في قضية الليجال أسبيكس of nursing practice اللي هو الـ informed consent وبالعربي هو اسمه نموذج التفويض يعني تمام قلنا إنه الـ informed consent مكون من جزئين رئيسيات يعني ملخص بسيطة مراجعة بسيطة أولا الجزء الأول اللي هو الـ informed أو الـ information تمام وذكرنا إنه الـ information هي المعلومات المتعلقة بالـ procedure اللي بدون عمل للمريض الـ procedure المقصود فيه الإجراء سواء كان هذا الإجراء عملية كبرى أو سواء كان قياس درجة حرارة المريض مثلا أو إعطاء المريض مثلا دواء معين عن طريق الحقن أو عن طريق الفم أو عن أي طريق أخرى تمام والجزء الثاني اللي هو التفويض التفويض المقصود فيه موافقة المريض تمام هذا بس من باب المراجعة عن الشيء اللي حكينا للمرة الماضية إنه قلنا إنه الـ information هاي أو اللي هي كمية المعلومات تتضمن أولا شرح مفصل عن الإجراء الطبي أو الإجراء التمريضي اللي بدون عمل كويس ثانيا تتضمن الـ advantages advantages كويس اللي هي الفوائد اللي إحنا ممكن نجنيها أو عفوا المريض ممكن نجنيها من الـ procedure هذا كويس يعني إنه أنا جاي أقيس لك درجة حرارتك ليش بدي أقيس لك درجة حرارتك تمام وكذلك اللي هي الأشياء أو الـ risks إذنه الإجراء هذا ما العمل يعني الخطر اللي بدو صير على المريض إذنه الإجراء ما العمل والجزء الثاني اللي هو التفويض يعني بعد الشرح هذا كليات وبعد المعلومات اللي احنا عطيناها على المريض هل المريض يوافق على ذلك أو لا يوافق وذكرنا إنه الـ inform consent أو اللي هو نموذج التفويض هذا نوعين النوع الأول اللي هو الإكسبرست اللي هو المعلن الظاهر وإيس والنوع الثاني اللي هو الـ implied اللي هو المخفي أو المضمن وقلنا إنه الإكسبرست ممكن يكون كذلك بنفس الوقت نوعين ممكن يكون verbal verbal عفواً اللي هو لفظي ويس يعني جيت على المريض وقلت لهم عليش أنا بدي أخذ لك درجة حرارتك أقول لك اتفضل ويس لدرجة حرارتي أو اتفضل مثلاً أسحب عينة الدم أو اتفضل أعطيني المضاد الحيوي تمام أو بيكون written وذكرنا إنه كل ما زاد الـ invasiveness أو اللي هو كل ما زادت درجة خطورة الإجراء اللي ممكن نعملنا المريض تمام كل ما زادت إيش كل ما كان written مما يعني يعني مثلاً أنا مريض بدي أعمله عملية جراحية مثلاً أريد أعمل للطبيب عملية جراحية اللي هي عملية إزالة الزائد الدودية أو عملية قلب مفتوح أو عملية نقل مثلاً كلا هذه كلها إجراءات طبية مش تهلة وإجراءات طبية إلها مضاعفات كبيرة وإلها قلينا نحكي آثار جانبية وإلها فوائد تمام ففيها يعني فيها تقيد نوعاً ما فلذلك ما بيصبت فيها الموافقة اللفظية لازم تكون الموافقة مكتوبة لأنه ممكن يكون المريض مثلاً ممكن يتأدي للموت على سبيل المثال لذلك زي ما قلنا إنه لازم يكون ال-inform consent written مكتوب حتى لو كان express يعني معلن لازم يكون مكتوب بعض الإجراءات مش شرط إنه المريض والله يحكيلي من شكل صريح إنه هو موافق هذا ما نسميه اللي هو ال-implied consent يعني مثلاً أنا إجيت على المريض وقلت له لو سمحت أنا بدي أقيس لك الضغط تمام ضغط الدم وشفت المريض مثلاً مدر لإيده الحركة هاي من المريض كويس اللي حركة مد إيده مثلاً أو الكشف عن ذراعه حتى أخوان حتى أقيس له ضغطه هاي برضو كمان إيش تعتبر موافقة ضمنية تعتبر موافقة ضمنية لكن على كل حال أي إجراء بدي أنا أعمل للمريض يجب إنه المريض يكون إيش موافق عليه من الناحية القانونية كويس لأنه إذا ما وافق عليه بيقدر المريض يقاضيني وبيقدر المريض يعني إذا صار في أي خلل لا قدر الله أو حتى ما صار في خلل بيقدر المريض يعني يعني خلينا نقول يقاضيني ويكون في تبعات قانونية للموضوح لا مكونات الإنفور كونسنت elements of الإنفور كونسنت الإنفور كونسنت must be given فلانترلي إيش يعني فلانترلي يعني المريض يجب أن يعطي الموافقة على الإجراء الطبي والإجراء الصحي بكامل إرادته كويس وكامل إرادته تعني أنه no coercion يعني no coercion يعني لا إجبار كويس يعني إخنا ما بنجبر المريض على إجراء طبي أو إجراء صحي معين وكذلك ما بيكون في عندي خوف of disapproval fear of disapproval بمعنى يعني أنا أجيت صراحة للمريض وقلت له إنه الإجراء هذا كذا ورح تسدي منه الفوائد التالية ورح تستفيد منه بالقدر الكافي لكن أنا لا أجبر المريض على إنه يوافق كويس وكذلك بنفس الوقت ما بخوف المريض تمام ما بجش حاله من الرعب عند المريض إذا ما وافق يعني ما أقوله والله إذا أنك أنت ما عملت الزايدة رح تنفجر الزايدة ببطنك وتموت تمام أنا مش رح له الموضوح هذا وهذا حقيقة رح يصير معه لكنه بيظل احتمال كويس تمام مش رح له إياه وبقول له إياه وبحاول أقنعه تمام بطريقة عقلية إنه يوافق على الإجراء الطبيعي لكن لا أجبره ولا أشعره بالخور الـ 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 يجب أن يجب أن من أجراء أو من أجراء المريض لازم يكون عنده القدرة كويس على إعطاء إيش على إعطاء هذا التفويض والـ كوبيتنس تمام تكون عنده الستان يعني بمعنى إنه لازم يكون قادر يفهم إيش يعني الإجراء الطبي اللي بدو ينعمل له كويس من أول أشياء إنه يكون كوبيتفلي إنتاكت كويس يعني واحد مثلا عنده مشاكل عقلية معينة بالإدراك عنده أليزايمر ديزيز شخص كبير في السن وعنده مرض زهايمر هذا يعني فاقد القدرة العقلية فهو غير قادر على إنه يعطي إنفور كونسد واحد مريض نفسيا مثلا وعنده مرض عقلي معين مثل الفصام العقلي هذا نفس الشيء أو مثلا الهوس الاكتئابي أو غيرها من الأمراض النفسية الشديدة بويس فلذلك هذا المريض حتى يعطي التفويض هذا يجب أن يكون قادر على القراءة تمام والتحليل بنفس الوقت بويس وكذلك يجب أن يكون كومبيتنت كومبيتنت يعني مؤهل أو كفؤ وكفؤ تعني أنه أكثر من 18 سنة يعني أنا ما أخذ إنفور كل سنة من طفل صغير لأنه بنظر القانون الأطفال أو يعني الشخص اللي عوره 17 سنة ما يزال طفلا فلذلك يجب أن يكون المريض حتى يعطي إنفور كل سنة يجب أن يكون إيش يجب أن يكون شخص بالغ تجاوز عمره 18 سنة يجب أن يكون كونشس كونشس واعي صاحي تمام ووريانتد يعني مدرك كويس ولما بقول أوريانتد نتذكر ثلاث شغلات دائما أوريانتد تو تاين عارف الوقت اللي هو فيه عارف مثلا إنه اليوم الأحد وإنه الساعة تسعة ورمع تقريبا تمام أوريانتد تو بليس كويس عارف هو موجود الآن هو موجود بالمستشفى موجود بالمركز الصحي موجود بأي مكان تمام ووريانتد تو بيرسون عارف مين هو وعارف مين الأشخاص اللي موجودين حاوله الآن في استثناءات رح نحكي علىها كبان شوي لكن الشخص هذا أو المريض حتى يعطي التفويض يجب أن يعطى المعلومات الكافية حتى يقدر يأخذ قرار بالنهاية ويوافق أو يرفض الإجراء الطبي أو الإجراء الصحي اللي ممكن ينعمل الآن إيش الاستثناءات أولا اللي هو المايلر والمايلر المقصود فيه إنه الأشخاص اللي أعمارهم أقل من 18 سنة أو حتى الأشخاص اللي عمرهم 18 سنة اللي قدراتهم العقلية مالها محدودة زي مثلا ممكن يكون فيه عندي شخص مثلا عنده تخلف عقلي تخلف 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 أو تخلف 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 معنا إنه عنده مشاكل بالتطور والنمو والتطور العقلي يعني عمره عشرين سنة لكنه عقله عقل طفل صغير هذين الأشخاص إذا نأخذ منهم أو نأخذ موافقتهم مكسومين لقسمين القسم الأول اللي هم الأشخاص اللي عمرهم أقل من 14 سنة هذين يجب أن يؤخذ موافقة الأهل تمام الأهل الأب أو الأم أو إما كان الأب والأم مثلا ممكن الأب بالتبني أو الأم بالتبني أو المرافق اللي بيكون موجود مع المريض إذا كان عمره أكثر من 14 سنة إحنا يجب أنه نشرح له البروسيجر ونأخذ موافقته بشكل لفظي ومنفس الوقت نأخذ موافقة الأهل بشكل خطي الآن الكتاجوري الثاني أو الجزء الثاني من الناس والاستثناء الثاني اللي هو يعني مريض يجاك على الطوارئ في المستشفى وكان عامل حادث سيئ أو عنده حادث سقوط وكان فاقد للوعي ويس كان فاقد للوعي تمام أنت الآن تبدأ إجراءات طبية معه تبدأ بالإجراءات الفحاص وتبدأ في إجراءات المعالجة إلى حين إيش إلى حين أنه يستيقظ إلى حين أنه يرجع لوعيه وبعدها إذا في أي إجراء ثاني بتأخذ منه إيش بتأخذ منه هو نموذج التفويل الـ الـ الكتاغوري الثالث أو التصنيف الثالث اللي هو المنت للأشخاص المريضين عقليا وخصوصا اللي هو المرض العقلي الشديد الآن بعض الأمراض العقلية أو بعض الأمراض النفسية بتكون عادي الشخص يكون قادر على أنه يعطي المترجم لكن حقيقة بعض الأشخاص اللي بيكون في عندهم منت النس بيكونوا غير قادرين على إعطاء الموافقة فبالتالي باخهم موافقة اللي هو الشخص المسؤول عنه ويكون الكير جيبر أو ممكن يكون البيرنت الأب أو الأم برضو كمان الاستثناء الأخير اللي هو في حالات Life Threatening Emergencies في حالات اللي هو الطوارئ كويس وفي حالات اللي تشكل خطورة على حياة المريض يعني لما المريض على سبيل المثال بيكون جاي على الطوارئ زي ما قلنا وعنده Cardiac Arrest توقف في عمل عضلة القلب أوقف في عضلة عمل القلب يعني أصلا الشخص يكون غير واعي يمكن يشفتوا اللي هو بسموه CPR أو Cardio Pemodary Resuscitation الأنعاش القلبي الرئوي اللي هو من ضمنه اللي هي Electric shock أو الضغط كلها الإجراءات فأنا أعمل الإجراءات هاي كلها اللي هي إجراءات العاش القلبي الرئوي وإعادته إلى الحياة مرة أخرى كويس وبعد ذلك زي ما قلنا لما يصحى المريض بناخذ إيش بناخذ منه الإنفور أو نموذج التفكير إذن إذا كان الشخص عمره أقل من 18 سنة إذا كان غير واعي إذا كان مريض عقليا وإذا كان في حالات Life Threatening Emergencies أو الحالات الطوارئ التي فيها خطورة على الحياة هاي تعتبر قلاتها استثناءات ما في داعي أنا أخذ الإنفور لكن كل حالي فيهم كيف أنا أخذ الإنفور أخذ موافقة المريض والأحد هلأ إيش دور الممرض والممرضة ذكرنا المرة الماضية قلنا إنه الممرضة أو الممرض إذا عمل الإجراء الطبي هو زي مثلا إدخال اللي هو نيزو غاسترك تيوب أو اللي هو الأنف المعدي كويس يعني أحيانا ممكن نعمل إجراءات معينة إحنا مثلا زي كذلك عمليات نقل الدم كويس نعملها إحنا من غير ما يكون الطبيب موجود فالإجراء هذا بحاجة لموافقة خطية فكمبرضين ومبرضات إحنا إذا بنعمل الإجراء إحنا بأنفسنا إحنا لازم إيش لازم ناخد النموذج التفويض هذا يعني أما إذا كان الإجراء هذا طبي أو إجراء بده يعمله آخر أو متخصص في الرعاية الصحية آخر غيرنا إحنا وبحاجة زي الطبيب مثلا وبحاجة لتفويض تخطي ف لا يجب أن يكون إحنا دورنا بنقول شاهد witness تمام witness على إيش على توقيع المريض تمام كويس الآن توقيع الممرضة على هذا النموذج كشاهد أو كشاهدة يعني ثلاث شغلات الشيء الأول إنه المريض أعطى هذا التفويض بكامل إراته يعني ما كان في عندي ضغط على المريض ولا كان في عندي fear of disapproval ثانيا التوقيع توقيع المريض هو توقيعه الأصلي يعني مش أي حدا ثاني وقع على نموذج التفويض وكذلك المريض كان قادر على إعطاء التفويض أو مؤهل لإعطاء التفويض وقلنا إنه كلمة competent تعني إنه أكثر من 18 سنة تعني إنه conscious وتعني إنه oriented تمام إذن هذا دورنا لما يكون إيش لما يكون الطبيب هو بدي أخذ نموذج التفويض وعيس يعني لما مريض بده يعمل عملية بتر للأطراف السفلة أو للطرف للأصابع مثلا لثلاث أصابع مثلا من الرجل من القدم اليوم وبدو وقع على نموذج التفويض ويس الطبيب طبعا هو مسؤوليته لأنه هي الطبيب مدعمة العملية أنا موقع عليها كممرض موقع عليها كشاهد شهادتي تعني إنه المريض أخذ المعلومات الكافية وأن توقيع المريض هو التوقيع يعني إنه المريض هو اللي وقع تمام على النموذج مش أي أحد آخر وكذلك اللي هو إيش إنه المريض كان كومبيتت يعني بمعنى إنه كان قادر تمام أو عنده القدرة الكافية إنه يوقع على هذا النموذج الآن في عندي شيء اسمه القد سماريتان أكتس أو القوانين مجموعة القوانين اللي هو المتعلقة بالقود سماريتان طبعا هو مش يعني مش نموذج موجود بفلاد العربية هذا النموذج أو هاي القوانين هي قوانين موجودة في الدستور الأمريكي ويس لكن إحنا إذا ما قلت لكم لأنه الكتب هاي مصدرها أمريكي نطلع على الموضوح هذا وفي شيء مشابه يعني جزء من هاي الأشياء موجود مثلا عندنا بالأردن في شيء اسمه قانون المسائلة الطبي قانون المسائلة الطبي الآن القد سماريتان أكتس هي عبارة عن مجموعة من القوانين لوز ديزاين تبرتكت هيلث كير بروفايدرز صمبت وأنشئت لحماية مقدمين الرعاية قدموا الرعاية الصحية للأشخاص في حالات الطوارئ حتى نحمي الكوادر الصحية أو حتى نحوي مقدمين الرعاية الصحية من الادعاء المتعلقة بالمال البراجعة أو العدد القدرة على المبارسة العمل بشكل صحيح والإهمال في الطوارئ وخصوصا هذا يهب الأشخاص الذين داوموا في الطوارئ في المستشفيات أو الذين يكونوا موجودين أو متواجدين مع السيارات الأسعاف الذين يطلعوا على الحالات الطوارئ مثل الحريق مثلا الغرق الحوادث أو غيرها من المشاكل أو الطوارئ التي يمكن الممرض في هذه المشاهد فالفكرة أن هذا القانون صمم لحماية المقدمين الرعاية الصحية كلها سواء كان ممرضين ممرضات أطباء أو الناس التي تشتغل في الطوارئ فحتى نحمي حالنا ويس كممرضين وممرضات إذا طلعنا على حالات طوارئ يجب أن نلتزم بالمعايير التالية أولا يجب أن نتحدث بأسفل الأول يعني يجب أنه كل الإجراءات الطبية التي نعملها يجب أن نتحدث بأسفل الأول التي هي الإسعافات الأولية حتى مثلا إذا المريض كان عنده نوبة هبوط سكري ويجعل الطوارئ كمي كمي يصحى المريض فهذا يعتبر First Aid الآن أي إجراء بعد ذلك هو مش First Aid يعني مش إجراء أولي مش إسعاف أولي فبالتالي ما بأعمله إلا لما أخذ أيش موافقة المريض فبالتالي لا تفعل أجراء التي لا تفعل وهذا يعني قالوا العام أنه أنت كممرض وكمقدم للرعاية الصحية لا تقم بأي إجراء أنت ما بتعرف يعني ما بتعرف تسحب دم لا تسحب دم للبريض ما بتعرف تخيط جروح لا تخيط جروح للبريض ما بتعرف تعمل إجراء إنعاش قلب رئوي لا تعمل إنعاش قلب رئوي للبريض يعني بمعنى أنه أنت قدم المساعدة للمريض وعرض عليه المساعدة لكن لا تصر يعني خصوصا إذا كان المريض واعي إذا رفض المريض المساعدة في حالات الاميرجنسي هذا خيار المريض وقرار المريض وإنك تقدم المساعدة للمريض وإنك تعمل إنعاش قلبي رئوي أو أنك تنقذ مريض من الغرق على سبيل المثال خلي الناس الموجودين في المشهد هذا يتصلوا بمساعدة إضافية يطلبوا سيارة إسعاف إذا ما كان في سيارة إسعاف يطلبوا طبيب مثلا يطلبوا خدمات طوارئ لا تغادر المشهد هذا لا تغادر المكان حتى يغادر الشخص اللي أصيب هذا المكان سواء كان بسيارة إسعاف أو سواء كان ماشي على قدمه لا تأخذ أي تعويض مادي خصوصا يعني مثلا إذا أنقذت حياة مريض مثلا ومدينه على جيبته وأعطاك مبلغ من المال لا تقبل هذا المال حتى يحميك اللي هو قانون الـ Good Smartan Act الآن الآن كيف بدك تحمي حالك وإنت تنفذ تعليمات الطبيب أو اللي هي أوامر الطبيب إذا بتذكروا لما شرحنا المرة الماضية أو يعني نولنا هذا بحديث سابق نقول لها أنه النيرسيق أكشن نوعين أو النيرسيق إنترونشن نوعين اللي هي التداخلات التمريضية أو الإجراءات التمريضية نوعين نوع نسميها الـAndBendant يعني مثل قياس درجة حرارة المريض ما في داعي والله أروح على الطبيب وقال له أنا نلقق أبي سبيل نقيس درجة حرارة المريض ما في داعي أروح على الطبيب وقال له أنا نلقق أنا نبي الـDibendant نيرسيق أو اللي هي الإجراءات التمريضية اللي بتعتمد على أواامر الطبيب مثل لإعطاء الدواء للمريض مثل الغيار على الجنح. هذا الطبيب يجب أن يكون كاتب لي بالتفصيل ما هو الإجراء الذي يريدون العمل. فالآن حتى أحمي حالي أنا كممرضة وممرضة بشكل قانوني، عندما أبدأ أن أنفذ أوامر الطبيب فيما يخص العناية من المريض، أولاً يجب أن أحلل يجب أن أحلل الأوردر بمعنى أن أرى هذا الأوردر هل يناسب مريضي أم لا يناسب مريضي؟ مثال، في الطبيب كتب لي على دواء خافض للسكري، إنسولين مثلاً، وجيت أنا جامل ما أعطي الدواء بنصف ساعة، قسط مستوى السكر بالدم، ولقيته مول خفض، تمام؟ صحيح أن الدكتور كتب لي ولازم ينعطى الإنسولين للمريض، لكن فعلياً مستوى السكر عنده بالدم مول خفض لهذا المريض، فإذا أنا أعطيته إنسولين، فهذا يعني أن مستوى السكر سيخفض بزيادة، فبالتالي أنا سأعرض المريض للخطر، وبالتالي لا أعطي هذا الأوردر، لكن أخبر الطبيب أن في الساعة الفلانية قسط السكر للمريض، ولقيت أنه منخفض، فبالتالي أنا ما أعطيته الدواء، أو مثلاً مريض مثلاً عنده مشكلة معينة كويس، عنده حساسية مثلاً من البنسلين، أو اللي هو البنسلين مضاد حيوي، والطبيب كتب له على البنسلين أو مركب دوائي مثلاً مضاد حيوي، يحتوي على البنسلين، لا أعطي الدواء للمريض، ومخبر الدكتور أن هذا الدواء لا يتناسب حالة المريض، لا يتناسب الحالة الصحية لأن المريض لأن المريض لديه حساسية من هذا الدواء، فبالتالي لا أعطيها، كويس، إذن هذا المقصود فيه هو تحليل الأوردر، يعني أنا أفهم الأوردر، كويس، وألفذه بالطريقة الصحيحة، أحياناً الطبيب يكتب الأوردر، أو يكتب الأمر الطبي المتعلق بالمريض، وبكون الأمر ليس واضح، يعني بحاجة نتوضيح، يعني مثلاً، الطبيب كتب لي مثلاً، أعطي المريض الفلاني إنسولين، عشرة إنترناشونال يونت، الآن، الأوردر هذا، ليس مكتب، كويس، لماذا؟ لأن الطبيب ليس كاتب لي، كيف يمكن أن أعطيه، يعني أعطيه، عشرة إنترناشونال يونت، إنسول الوحدة قياس الإسجلين، الآن، أعطيه مرة واحدة، مرتين باليوم، ثلاث مرات باليوم، ليس مفهوم، أو، مثلاً، ليس معروف، كيف أعطيه، هل أعطيه، مثلاً، سمكيو، كويس، اللي هو تحت الجلد، أو كيف، تمام، هو بالعادة الإنسولين، يريد أن أعطيه تحت الجلد، لكن مثلاً، ممكن يكتب لك الطبيب، مثلاً، أعطي المريض أفواد، مسكن ألم معين، كويس، فالمسكن هذا، ليس مكتوب، ليس كاتب لك الطبيب، ما هي الطريقة التي تعطي فيها المسكن، تعطيه بالعضل، تعطيه بالوريد، ليس معروف، بالتالي، لا تصل للطبيب، وبسأله، بقول له، أنه وضح للأردر، كيف تدكياني أعطيها، وكم مرة تدكياني أعطيها، لأن الأردر ليس واضح، أحياناً، خصوصاً، مثلاً، في بلادنا، أو في المستشفيات، اللي ما فيها، نظام كمبيوتر، أو نظام إلكتروني، لكتابة الأردر، ممكن الطبيب يكتب الأردر بخط إيده، فبيكون خط الإيد مش واضح، يعني، بعضه بنفس الطريقة، ما اتصل بالطبيب، وما اطلب منه يوضحني، يوضحني، إذا كان في أمر طبي، كويس، من الطبيب، وإنت بحاجة لتوضيح، زي ما قلنا قبل شوي، بحاجة تعرف الفريكونسي، بحاجة تعرف الدوز مثلاً، بحاجة تعرف الروت، كويس، بالنسبة للمدكيشن معين، أو لدواء معين، تتصل فقط بالشخص اللي كتب الأردر، اللي هو الطبيب في الحالة هاي، يعني ما ما اتصل بالصيدلاني، ولا ما اتصل بطبيب آخر، ولا ما اتصل بمديري في العمل، كويس، ولا ما اتصل برئيس القسم، تمام، ولا بحكي مع المريض، أنا فقط متواصل مع الشخص اللي كتب الأردر، بمعنى أنه أنت كممرض، يجب أنك يعني نفذ الإجراءات الطبية الواضحة، كويس، واللي ما فيها غموض، وما فيها إيرورز، ما فيها أخطاء، إذا كان فيه أمر طبي، كويس، والأمر الطبي هذا فيه أخطاء، وأنت نفذته على الرغم من علمك أنه فيه أخطاء، فأنت بتتحمل المسؤولية كاملة، يعني زي المثال اللي قلناها قم بشوي، مريض عنده حساسية من الإنسولين، أو من البنسلين، وأنت تعرف أن المريض عنده حساسية، والطبيب كتمه، فإذا أعطيت المريض هذا الدواء، اللي هو المضاد الحيوي، اللي يحتوي على البنسلين، أو البنسلين، فأنت بتتحمل المسؤولية كاملة، طبعاً، أنت والطبيب، يعني ما سلحها لك، لكن أنت تتحمل المسؤولية القانونية كاملة، طبعاً؟ الآن، نيرسي يجب أن تسأل بعض الأوامر الطبية، يعني ما هي الأوامر الطبية، اللي أنت لازم تستفسر عنها، لازم تسأل عنها، لازم تفكر فيها، ليس لازم تتفذها بشكل سريع، ومباشر قبل ما تستفسر عنها أكثر، ودائماً، نقول، أنه نيرسي لا تسأل بعض الأوامر الطبية، يعني أنا ما بنفذ، أو ما بنفذ، إجراءات الطبيب، أو الإجراءات الطبية، بشكل أعمى، يعني، فالأوامر هذه الأوامر، أولاً، اللي هي الأوامر التي تسأل بعض الأوامر، بمعنى، إذا المريض كان في عنده شك، أو كان في عنده مستغرب، أو يعني هو، مش واضح المريض، الأوردر بالنسبة له، تمام، ساعتها بسأل، في سؤال، في سؤال، ما في سؤال، طيب، يعني، المريض على سبيل المثال، عنده عملية، مثلاً، زي ما قلنا قبل شوية، مثلاً، استئصال الزائد الدودية، كويس، وهذا المريض عنده حساسية من نوع معين من المواد التخدير، تمام، أو بلاش، نضرب مثال ثاني، لأن المريض يمكن ما يطلع على هكذا، المريض عنده مشاكل بالتنفس، كويس، ويأخذ أدوية موسعة للقصبات الهوائية، حتى يقدر يتنفس بشكل صحيح، أو طبيعي، فالدكتور رح كتب له على دواء، هذا الدواء ممكن يعمل تضيق بالقصبات الهوائية، كويس، فإنك كممرض قبل أن تعطي الدواء لهذا المريض، شرحت له عنه، قلت له أنه ممكن يعمل تضيق بالقصبات الهوائية، فالمريض استغرب أنه كيف الطبيب يكتب له هكذا، تمام، وهذا بأثر على القصبات الهوائية بشكل عكسي، بشكل سلبي، تمام، فبالتالي المريض استغرب أو سأل عن هذا المريض، فبالتالي أنت لازم تستفسر أكثر، وترجع للطبيب. اثنين، أسأل أي المريض، إذا كان المريض مختلفاً، يعني الطبيب مثلاً، كتب لمريض معين دواء لرفع الضغط، المريض عنده غبوط بضغط الدم، والطبيب كتب له دواء حتى يرفع الضغط، كويس، أعطيت الدواء أنت مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، الآن، ضغط المريض، رجع لوضعه الطبيعي، كويس، ضغط المريض، رجع لوضعه الطبيعي، وتغيرت حالة المريض، كويس، الآن، الآن، إذا ضغط الطبيب كتب له على هذا الدواء، يجب أن تستغرب، تسأل، لماذا أنت تسأل الطبيب، لماذا أنت بعدك كتب له على هذا الدواء، الذي يرفع الضغط الدم، مع أن المريض رجعت حالته، لوضعها الطبيعي، تسأل، 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 إذا الطبيب، تتحدث معك بشكل شفهي، وقال لك أن أعمل للمريض الفلاني الإجراء الطبي، أو أعطيه الدواء كذا، بالساعة الفلانية، يجب أن تدون ذلك، تدوين هذا الأشي، يكون بملف المريض، تمام، وهذا الأمر يجب أن يوقع عليه الطبيب خلال 24 ساعة، يعني مثلا، أحيانا، يكون الطبيب يريد أن يذهب إلى العملية لمريض معين، ويأتي بمر على القسم، ويستعجل، تمام، فبيقول لك، أعطي المريض الفلاني مثلا، مسكن معين، تمام، فترجع أنت على الطبيب، سأعطي مسكن هذا، لكن عندما تخرج من العملية، تأتي على القسم، لكي توقع، 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 رؤى، أو ناقصة، فبالتالي، أنا، أرجع للطبيب، في هذه الحالات، وأستفسر منه، وأرى ما هي المشكلة، حتى أستطيع أن نفذ، الإجراء الطبيب بشكل صحيح، أفضل، لكي توقع، لكي توقع، لكي توقع، لكي توقع، لكي توقع، حتى نحن نفذ، هؤلاء الإجراءات التمريضية المستقلة، التي لا تحتاجها الدكتور أوردر، يجب أن نكون كمبيتنت، كمبيتنت يعني كفؤين ومؤهلين لهذا الإجراء، الآن في عندي مجموعة من الشروط، يجب أن تكون متوافرة، حتى نكون مؤهلين، ومؤهلين وكفؤين. أولا، أجلس يجب أن ننتزل بالإطار أو الأطر القانونية، للممارسة العمل التمريضي في أي مؤسس، كويس؟ كيف؟ يعني، مثلا المؤسسة اللي أنا بشتغل فيها أو المستشفى اللي أنا بشتغل فيه كويس بيبنع علي أن أنا أطلع من القسم كويس وأودي المريض مثلا على الـ X-ray كويس اللي هو التصوير اللي بالأشعة أو مثلا أوديه على المختبر أو أوديه على مكان ثاني تمام اللي لازم يطلع مثلا اللي هو النيرس أسيستنت أو النيرس أسيستنت اللي هو مساعد الممرض فأنا بلتزل للإطار القانوني كويس يعني أنا ما بغادر انقسم وبترك انقسم لحاله أو أترك المرضى الثانيين عشان مريض كويس أنا برادي الشخص المسؤول اللي هو زي بقولنا عنه النيرس أسيستنت وهو اللي بيطلع مع المريض وبروح معه على الأكسري أو بروح معه عشان يعمل أي إجراء طبي أو صحي آخر هذا مثال ثانيا يجب أن تكون مريضا مع المريضة المريضة وهذا شيء مهم جدا لكم كمان حاليا وفي المستقبل اللي هو الوصف الوظيفي بأي مكان يجب أن تشتغل فيه سواء كان ممرض سواء كان مدرس سواء كان طبيب سواء كان أي شيء يجب أن تطلع أولا على المريضة المريضة اللي هو الوصف والوظيفي يعني ما هي الأشياء اللي مسموح لك أنك تعملها في الإطار القانوني وما هي الأشياء اللي أنت مبلوعة أنك تعملها يعني مثلا في الوصف الوظيفي للممرض أنه أنا أستطيع أن أصحب دم أو أعير الدم للمريضة لكن ما أستطيع أن أركب له أنه تريكيا لتيوب ومبوب عن طريق لتريكيا ويصل للتريكيا القصمة الهوائية عشان التنفس هذا ما أستطيع أن أركبه فبالتالي أنا لازم ألتزم بالوصف الوظيف نيرسي يجب أن تتعامل أن تتعامل أن تتعامل ومشارة المعارضة ومشارة المعارضة يعني فرضت مثلا لقيت وظيفة في مستشفى معين بالقسم اللي هو غسيل الكلة يجب أن يكون عندك الخبرة الكافية والتعليم الكافي كويس حتى تقدم لوظيفة لوظيفة ممرض كلا أو ممرض يعمل في قسم الكلة تمام يعني ما بقدر أنا أشتغل بقسم معين أو أشتغل بمستشفى معين أو بأؤسسة صحية معينة إلا إذا كان عندي الخبرة الكافية وعندي التعليم الكافي لا القيام إيش بهاي المهمة رابعاً اللي هو الكمبيتنسي أو الكفاءة تمام طبعاً الكمبيتنسي اللي هي تتضمن العناية اللي بتحمي المريض من الإيذاء هلأ يعني الكمبيتنسي تشمل أشياء كثير وتشمل كذلك اللي هو الإنجوكيشن والإكسبرينس يعني حتى تكون أنت كفأ في تنفيذ الإجراءات الطبية المختلفة والإجراءات الصحية المختلفة يجب أن يكون عندك التعليم الكافي تمام ويجب أن يكون عندك كذلك إيش اللي هو الخبرة الكافية لهذا الإجراء زي ما قلنا قبل شوية يعني أنت بدك تسحب عين الدم للمريض يجب أنك تكون دارس وفاهب وإيش هي الإجراءات الصحية اللي أنت بدك تعملها حتى تسحب عينة للمريض أو حتى تعطيه دواء معين عن طريق الوريد أو عن طريق مثلا العضل وإيش وبنفس الوقت يجب أن يكون عندك الخبرة العملية الكافية حتى تقوم بإيش بهذا الإجراء ربيع من بإيش اشتراك ومبرضة حتى أحمي حالي ضمن الإطل القانونية يجب أن أبحث أو أحدد مصادر الخطر اللي ممكن تأثر على مريضي أعلم المريض وأفهمه أشياء مصادر الخطر وألفظ الإجراءات اللي من شأنها تحمي المريض من الخطر يعني مثلاً إجاءنا مريض على المستشفى عمره أكثر من 65 سنة ممكن مثلاً احتمالية أنه يسقط أو يوقع عن السرير عالية فأنا أولاً محدد مصدر الخطر اللي هو السقوط عن السرير مثلاً مسميه ريسك فور فول أعلم المريض أحكي للمريض أنه أنت ممكن توقع عن السرير لذلك لا تنزل عن السرير إلا إيش عبيب ما تناديني أو تنادي حدا يساعدك أو تنزل عن السرير أو تنزل عن السرير وكذلك أنا كممرض وممرضة منفذ الإجراءات اللي من شأنها لتحمي المريض مثلاً مرفع السايد رينز السايد رينز اللي هو الحواجز الحديدية الجانبية أو الحواجز اللي بتكون على جوانب السرير حتى أمنع سقوط المريض سأتحدث عن السرير سأتحدث عن السرير سأتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله يمكن لا نلحن المرة يمكن المرة الجاية هو الأحد القادر نتحدث عنها السرير أو العملية التبريضية اللي بتشمل اللي هو الاسسمنت اللي هو التقييم بتشمل الدياغنوسس التشخيص التبريضي بتشمل على البلاني التخطيط وبتشمل على الانترفينشن أو الامبليمنتيشن اللي هو تنفيذ الإجراء التبريضي وبتشمل كذلك اللي هو إيش الايفاليواشن أو اللي هو التقييم ويس تمام؟ هاي هي برسيك بروسيس باختصار لكن رح نتنوى لها إن شاء الله المحاضرة القادمة رح تكون كلها تاعد النيرسيك بروسيس حتى أحب حالي أنا كممرض وممرضة كويس بيشتغل بالمستشفى يجب أن أوثق كل إجراء أنا عملته للمريض اللي هو الأكيوريت ديكيومنتيشن والأكيوريت ديكيومنتيشن هو التوثيق الدقيق أو التوثيق الصحيح والتوثيق الصحيح بيشمل شغلتين رئيسية أولاً اللي هو الديت والتايم اللي هو التاريخ والوقت يعني في الساعة الفلانية في اليوم مثلاً في يوم خمسة تسعة الفين وواحد وعشرين الساعة تسعة وثمانية واربعين دقيقة أنا أما كمورض عملت الإجراء التالي واحد دين ثلاثة عملته للمريض تمام؟ أفضل أفضل وكذلك اللي هو السيكليشن بتوقيعي أنا على هذا الشي فهذا هو يعني مكونين الرئيسيات للأكوريت ديكيومنتيشن المكونات الأخرى أو الشيء الآخر اللي هو طبيعة الإجراء اللي العمل كويس طبيعة الإجراء اللي العمل للمريض يعني أنا ممكن أورجيكم مثلاً على مثال نيرسيك ديكيومنتيشن تشوفوا للتوضيح بس نشوف شيء بسيط طيب هون زي ما انتو شايفين بالصورة هاي بويس انه هاي ميرسيك بروغرس نوك ما رح نقرأها للتفاصيل لكن رح أورجيكم بس الأجزاء هذا أول جزء اللي هو التاريخ واحد وعشرية ثلاث 2011 اسم المثال ساعة ثمانية وربع تمام؟ ايش الإجراء اللي العمل للبريض ولا شايفينه اللي هو كل مكونات الإجراء وبالآخر اللي هو ايش التوقيع مثلاً هذا الممرض مثلاً أول ممرض اسمها اي داروين كويس مهنتها او اللي هو لايسنس بوكيشنل نيرس تمام؟ بالساعة مثلاً ثمانية وخمسة وعشرين نعمل إجراء ثاني الساعة تسعة نعمل إجراء ثالث الساعة تسعة وعشرة نعمل إجراء رابع كل وحدة عليهم توقيع الممرضة أو الممرض اللي هو عمل الإجراء هذا كويس؟ ووصف تفصيلي للأشي اللي العمل وصف تفصيلي للإجراء اللي العمل إذن إيش هذا؟ هذا اسمه الأكوريت ديكومنتيشن ثانياً المراقبة المريض ومتابعة المريض بشكل دقيق تمام؟ بشكل دقيق مثال مثلاً اللي هو قياس الفايتال سايز أو اللي هي العلامات الحيوية قياس الضغط قياس مستوى العفوة قياس الضغط قياس النبض قياس السكري وقياس معدل التنفس كويس؟ هاي كل آياتها تشمل إيش؟ ضمن إيش اللي هو observation أو يجب أن تكون إيش؟ بشكل دقيق تشمل إيش؟ تشمل إيش؟ تشمل إيش؟ تشمل إيش؟ ويسم فحتى نحبي إحنا حالنا من أنه يدعي المريض علينا أو أنه إحنا أحملنا مثلاً أو لم نقوم بالإجراء الصحي بشكل صحيح يجب أن يكون إيش؟ الكميونيكيشن واضح وإفكتف فعال فيما بين يومين المريض perform procedures correctly and appropriately وهذه النقطة ذكرناها فيما سبق أنه أنا ما مقوم بأي إجراء إلا إذا كنت أنا competent أو مؤحل لا القيام بهذا الإجراء وكذلك أنا مقوم بهذا الإجراء بالشكل الصحيح وبالشكل المناسب للمني الآن نرى الـ documentation كويس؟ طبعاً كما قلنا ما هو accurate documentation أو التوثيق الدقيق ما 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 وهاي كذلك مثلا مثال اخر على ايش على دوكيبنتيشن هاي الاوراق تمام ناشي تعتبر وثائق قانونية قد تستخدم كدليل قانوني في المحاكم في حال ادعاء المريض ايش في حال ادعاء المريض على الممرض مثلا او على المستشفى عند المحكمة يعني مثال مريض عمله عملية استعصال للوزتين أو للزايد الدودية أو عملية جراحية أخرى وصار عنده مضاعفات والمضاعفات أدت إلى أذى معين أدت إلى عجز أدت إلى مرض شديد أدت إلى مشاكل أخرى فأنا راح المريض اشتكى عند المحكمة على المؤسسة الطبية أنا كمبرض ومبرضة من ضمن الناس الذين اشتكى عليهم هذا الشخص فبالتالي حتى أحمي حالي بشكل قانوني يجب كون كل شيء موثق إذا كانت كل الإجراءات موثقة تمام؟ وكل الإجراءات عملت بالطريقة الصحيحة تمام؟ فهذا يعتبر حماية بالنسبة لي تمام؟ أما إذا كانت الإجراءات غير موثقة فهذا راح إيش؟ راح يثبت ادعاء المريض بأنه كان فيه خلل بالعناية فيه لما أدى إلى حصول المضاعفة تمام؟ فهذه الأوراق زي اللي ما شفناها قبل شوي تمام؟ تعتبر إيش؟ وثائق قالورية يجب أن تحفظ في ملف المريض وقد تستخدم زي ما قلنا في القضاء وفي المحاكم في حال إيش؟ في حال رفع المريض قضية أو في حال ادعاء المريض على الممرض أو المؤسسة الصحية مرس يجب أن يكون تحفظ وقبل شوي حكينا ما يعني 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 زي ما أنتم شايفين بالمثال هذا يجب أن يكون التاريخ والساعة والتوقيع وكذلك وصف تفصيلي لإيش؟ للإجراء الطبي للعمل للمرض هذا هو والأكوريت والكومبليت ديكومنتيشن الدقيق والكامل Not written Not done وهذه نقطة حكيناها ونحكيها دائما أنه أي إجراء تمريذي إجراء صحي بتعمل للمريض وما متوثقه وكأنك ما عملته يعني قسمت درجة حرارة المريض وما وثقت ذلك ما لا تنته ما يستهاج فلذلك أي إجراء نحن بنعمل للمريض سواء كان مصيط أو كان معقد سواء كان سهل أو كان صعب سواء كان شو ما كان يكون يجب أن يتم توثيقه Insufficient or inaccurate assessment and documentation can hinder proper diagnosis and treatment and result in injury تمام اللي هو المخصوط فيه أنه عملية التقييم الأولى تمام وعملية التوفيق إن لم تكن صحيحة وإن لم تكن دقيقة فهذا يعطل يعيش يعطل تشخيص المريض ويست ويعطل معالجة المريض مثال أنت قسط درجة حرارة المريض ويست ولكن قسطها بطريقة خاطئة ويست أو قسطها وطلع درجة حرارة المريض 38 38 معناته هذا المريض عنده حبة عنده فيفر منتفع درجة حرارته يجب يجب أن يكون عندي إجراء طنبي حتى الخط ترد حرارته أنت طلعت من عند المريض وما كتبت هذا الحكي نسيت مثلا أو متعمدا ما كتبت هذه الحرارة بملف المريض بالتالي المريض لا تشخص أنه عنده هايبرثيرمية أو ارتفاع بدرجة حرارة أو فيفر ومنعطى الدواء المناسب حتى نخف درجة حرارته وتسبب له هذا بمضاعفات أو مشاكل أخرى هذا المقصود وهو مثال على المقصود المقصود ومعطي يمكن تحضر المقصود ومعطي المقصود 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 يقدم مقصود المقصود كما قلنا قبل قليلا النسيق بكل مكوناتها تبث لي طريقة مناسبة للتوثيق الملاثم تمام وقلنا المرة القادمة بإذن رب العالمين سنتناول النسيق بشكل تفصيلي هذا خلينا رسم تفصيلي للنسيق أو خلينا رسم توضيحي للنسيق اللي هو بتشمل اللي هو الاسسيسينج أو الاساسمان الدايجموسيس التشخيص التخطيط التنفيذ والإفاليواشن اللي هو التقييم الاساسمان تشمل أشياء كثير يعني رح نحكي على المرة الجاي لكن بشكل مبسط اللي هي عملية التقييم الأولية لحالة تبريث عملية العفو لحالة المريض عملية التقييم الأولية هذا مثال على الاسسيق اسمها نيرسيق بروغرس نوت وهذا مثال آخر على لكن هذا ما في كتاب زي نيرسيق بروغرس نوت هذا عبارة عن check list check list يعني انت بتكون عندك القائمة هاي موجودة وهي متخصصة يعني فيما يتعلق بحالة المريض الصحية أو الفيزيك ال exam أو الفحص البدلي تمام كيف المريض وصل عندك على القسم كويس وصل walking مثلا يمشي بتحط وصل على wheelchair كويس بتحط وصل gary مثلا كويس وصل carried محمول وصل مع الشرطة بتحط بتحط كويس 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 بتعتمد على اللي هو أنت بتقيم حالة المريض وبتعمل check على الاشي اللي شفته من المريض الآن لنحكي عن شيء آخر مفهوم مختلف كويس فيما يتعلق بالحماية القانونية للممرض ولممرضة أثناء ممارسة العمل التبريفي اللي هو الانسيدنت ريبورت أو بالعربي اللي هو تقرير الحوادث ويس يعني إذا صار في عندي خلل معين يعني من الأمثل اللي ممكن تصير ببساطة اللي هي الأخطاء الطبية أو اللي هي الأخطاء في إعطاء الدواء يعني مثلا أعطيت المريض دواء مش إله أعطيت المريض جرعة زيادة أعطيت المريض دواء مثلا مش بوقته أعطيت المريض دواء بطريقة غير المتعارف عليها أو غير المفروض أنه يلغط المريض يعني مثلا في عنده دواء يجب أن يعطى حقن عضلية أعطيت إياها مثلا بالوريد أو العكس مثلا المريض وجع عن السرير زي ما قلنا قبل شوي المريض مثلا أو أنت عصب المثال صار في عندك نيدل ستك نيدل ستك يعني مثلا أعطيت المريض إنجيكشن حق لمعينة وأنت بتشتغل صار عندك نيدل ستك يعني ضربة الإبرة هاي أصبع تمام فيجب إيش عندك تكتب إيش إيش زي ما شايفين هولا اللي هو تقرير شيء غير اعتيادي التقرير تعريفه إيش اللي هو عبارة عن وثيقة تمام عفوا هاي الوثيقة توثق أو تدوم إيش تدوم اللي هو شيء حدوث حادث معين أو شيء غير اعتيالي ليش إحلا بلوكتب incident report why we are writing incident report أو reporting incidents أولا to make all facts available to agency يعني حتى نوثق كل شيء حصل بالتفصيل then to contribute to statistical about incidents statistical data about incidents يعني حتى يصير في عندي معلومات إحصائية فيما يتعلق بالحوادث يعني مثلا أنا باجي بطلع على تقرير المستشفى بطلع على تقرير الحوادث أو قسم معين مثلا مقارن قسم الجراحة بقسم الباطني وبقول والله إنه قسم الجراحة عندهم أخطاء طبية أعلى من قسم الباطني أو قسم الباطني عندهم أعلى من قسم الجراحة أو العكس هذه هي متعلقة في statistical أو مثلا بقول إنه في القسم الفلاني مثلا في قسم الحروق في شهر خمسة مثلا ارتكب مثلا خمسين خطأ طبي أو عشر أخطاء طبية أو ثلاث أخطاء طبية هاي كنته معلومات إحصائية فيما يتعلق بالأخطاء الطبي أو الأخطاء اللي هي الصحية بمعنى أنه أنا توثيق الأحداث هاي كويس أو الأشياء غير الاعتيادية اللي بتصير مع المريض بتساعدني على أني أشوف وين الأخطاء اللي ارتكبت وأتجنب حدوثها في المستقبل إحصائية المعلومات الواجب توفرها في التقرير أولا إذا صار في خطأ طبي وهذا الخطأ الطبي تم مع مريض يجب أن يدول اسم المريض الانيش اللي هي الأحرف الأولى من اسم المريض يعني مريض مثلا اسمه أحمد محمد الأحرف الأولى AM اللي هو من اسمه الأول واسمه الأخين والهوصفيتل ID اللي هو رقم المستشفى الخاص بالمريض Give name time وي نعطي اسم الحادث مثلا في اليوم الفلاني في يوم خمسة تسعة 2021 الساعة 10 وخمس دقائق المريض سقط عن السريف اللي هو name time date of incidents و place اللي هو المكان يقسم الجراحة describe the facts of incidents يعني من مجد بقول أنه مثلا أنا في يوم خمسة تسعة ساعة 10 وخمس دقائق في قسم الجراحة سقط المريض عن السرير ويس ويس تمام فأنا أو ما بلوم الشخص اللي ارتكب الخطأ تمام؟ أفويد أني بلاي ومكتبه بالتفصيل مكتب الحدث بالتفصيل كما رأيتم إضافة تقرير المريض يعني زي كأني بكتب تقرير حوادث يعني كذلك بسأل المريض إيش اللي صار معك حتى أنت سقطت عن السرير وبكتبه بين قوسين زي ما احنا شايفين يعني محترضتين زي ما بيقولوا تمام؟ حتى يكون لهذا الكلام كلام البريض إذا كان في عندي شهود على حادث السقوط مثلاً أو على الحادث اللي صار بحط أسماءهم إذا كان في عندي خطأ طلبي فيما يتعلق مثلاً بدواء معين بكتب اسم الدواء، بكتب الدوز، بكتب الأشياء كلاتها اللي صار إذا هذا كل شيء متعلق بالإنسيدنت ريبورت، بكتب المقصود أنه يجب أن يكون التاريخ والوقت ونوع الحادث وصف تفصيلي من غير بلين، من غير كونكلوجين، بكتب رواية المريض للحادث اللي صار إذا كان في عندي شهود وكذلك إذا كان في عندي أدوات طبية استخدمت أو مثلاً أدوية معين استخدمت في الحادث هذا، بسجلها في تقرير الحادث الآن من الشروط الأخرى المتعلقة في الإنسيدنت ريبورت اللي هو الريبورت يجب أن يكتب التقرير مباشرة ويجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يكون يعني ما من أخره لثاني يوم، ولا من أخره ل24 ساعة، ولا ل36 ساعة مجرد حدوث الحادث، نحن نكتب التقرير مباشرة يجب أن يكون مباشرة في مباشرة يعني في عندي فورمات معينة، كويس نحن من خلالها نكتب الإنسيدنت ريبورت وكل مؤسسة من المؤسسات الصحية عندها إيش؟ عندها اللي هو النموذج المتعلق بالإنسيدنت ريبورت أو اللي هو تقرير الحادث هذا، لكن الفاكس في الإنسيدنت ريبورت، يجب أن يكون في تقرير مباشرة كيف يعني؟ قبل شوية شفنا هنا هذا نيرسيك فروغريس نوت هنا أنا ما مكتب الإنسيدنت ريبورت الإنسيدنت ريبورت يجب أن يكون في تقرير منفصل التقرير منفصل هذا بيكون نموذج جائم للمستشفى لكن مكتب ملاحظة واحدة فقط أنه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية انكتب إنسيدنت ريبورت أو سقط المريض عن السرير وكتب إنسيدنت ريبورت يعني ممكن على فكرة أحنا كمان نشوف إنسيدنت ريبورت حتى تصير الأمور واضحة بالنسبة إلنا شوفوا هذا الدموذج نموذج قويس اللي هو إنسيدنت ريبورت فورمات أعفو سري اللي لا يشوف نموذج تالي ممكن هذا بشو واضح هلا هذا مثال على اللي هو سابل بيديكال إنسيدنت ريبورت يمكن الأشياء مش واضحة فيه لكن مثلا هولا الديت كويس والتاين نوع الحادث ديتيلس اللي هو الإنسيدنت كويس سمتومس اذا كان المريض بيشكي من مشكلة معينة انجري إذا صار في عندي إصابة للمريض وكذلك كما قلنا بالنهاية يكون موجود إيش اللي هو الويتنسيس كويس هذا مثال على اللي هو الإنسيدنت ريبورت ممكن هذا يكون أوضح شوي تمام هذا سيريس إنسيدنت ريبورت كانت بينا عنده هون تمام تشوفه طيب نمكن نشوف غيره كويس لكن بالنهاية كما قلنا الموضوع الفكرة إن شاء الله إنها واضحة يعني إنه في عندي لكل مستشفى نبوذج كويس هذا النبوذج متعلق بالإنسيدنت ريبورت أو اللي هو تقرير الحادث اللي صار مع المريض تقرير الحادث اللي صار مع المريض اللي بتضمن كل التفاصيل اللي إحنا إيش اللي إحنا حكيناها يعني شوفوا كيف مثلا هولا الفيرس نيم الفيرس نيم الفيرس نيم الفيرس نيم واللاست نيم تبع المريض العنوان اللي قلنا عن البلايس كل الأشياء هاي المتعلقة بالإنسيدنت ريبورت طيب؟ اللي هو النموذج اللي خاص فيها The person who identified the incident report should complete the form يعني الشخص اللي اكتشف الخطأ او كان شاهد على المشكلة زي مثلا طبيب او ممرض هو اللي ايش لجب يكتب ال incident report او اللي هو تقرير الحادثة اللي هو التبليغ او الابلاغ عن الجرائم او الابلاغ عن اللي هو الاجراءات الطبية غير الامنة على المريض مثال مثلا ممكن انت تكون مثلا شفت طبيب مثلا اخطأ في اجراء طبيب مع مريض كويس او زبيلك اخطأ باجراء طبيب مع مريض او مثلا زبيلك تعمد مثلا او غير لا يتعمد يعني مثلا بشكل غير متعمد ارتكب خطأ معين يجب ايش انك ايش تعمل تبليغ او تبلغ عن هذا الخطأ خصوصا اذا كان ايش اذا كان في ايذاء للمريض يعني اذا كان في عندي اي اجراء كويس او اي اجراء طبي او اجراء صحي يعني من قبل الدكتور من قبل الفيزيو ثيرابيست من قبل الممرضين الاخرين تمام وكان هذا في ايذاء للمريض او كان غير امن كويس يجب الابلاغ عنه من الامثلة عليها مثلا اللي هو الانساف نيرسينج براكتس انه زي ما قلنا قبل شوي مثلا ممكن بالمثال انه والله ممرض دخل مريض كويس او تعمل انه يعمل له اجراء معين هذا الاجراء من يعني قلينا نقول من هدفه مثلا يعني مثلا خلينا نقول مضاد حيوي كويس احنا لما نعطي مضاد حيوي يجب انه نعمل ايش فحص الحساسية فمورد زميل الي اعطى هذا المضاد الحيوي للمريض من غير ما يعمل فحص حساسية فهذا يعتبر ايش انساف نيرسينج براكتس انا يجب ان ابلغ عنه ابلغ لرئيسي المباشر احيانا اذا كان في عندي الليجال ان اثيكال او انكمبيتينت ميرفورمس يعني اجراء غير قانوني او اجراء غير اخلاقي زي مثلا تعاطي الكحول او تعاطي المخدرات مثلا اثناء الدوار كويس هذا نقول كمان ايش يعتبر ايش اجراء او خلينا نحكي يعتبر تصرف او سلوك غير قانوني تمام انا يجب ان ابلغ عنه هلا احلا كطلاب كويس وهي نقطة مهمة جدا انه ايش الاجراءات او ايش المسئولية القانونية الملقاة على عاتبته كويس اولا يجب ان تعيش انه ايش الاجراءات يعتبر ايش الاجراءات على الرغم من انك طالب الا انك ايش مسئول عن تصرفاتك كويس مسئول عن تصرفاتك وخصوصا فيما يتعلق بالمريض تمام هلا احدا ممكن يقول والله انه انا كطالب لساتني ما عندي ما اتدرب ولساتني ما اعرفش الاجراءات كويس اللي ممكن تنعمل للمريض عشان هيك دائما منقول ايش انه حتى وان كنت كطالب كويس يجب ان تلتزم بايش بالاجراءات اللي انت بتعرفها يعني دونات دو anything that you do not know يعني مثلا اذا اجيت مثلا على يوم من الايام تداول بقسم معين وتتدرب بقسم معين وايجا حدا طلب منك مثلا ممرض او ممرضة انك تروح تعطي مريض انجكشن تعطيه حقلة وايس لها المريض هذا انت بعدك ما تدربت بعدك ما تأحلت انك تصير ايش او صورت مؤحل انك تعطي المريض هذا الحقلة ترفض انك تعطيه الاشي هذا وايس فعشان هيك كل الاجراءات اللي انت بتعملها للمريض حتى وانت طالب انت مسؤول عنها تمام in case of negligence في حالات الاهمال involving students the educational institution is held liable يعني في حال اي اجراء او اعفوا اي اجراء كان في اهمال او تسبب بخطأ هذا الخطأ كان في ايذاء للمريض كويس المؤسسة التعليمية اللي بيدرس فيها الطالب او يتعلم فيها الطالب هي مسؤولية قانونية يعني مثلا انت كطالب او كواحد مثلا طالب بجامعة العلوم والتكنولوجيا كونية التعليم راح على مثلا على الدوام العملي وخلينا نقول مثلا ارتكى بخطأ طبي معين وهذا الخطأ الطبي المعين صار فيه ايش صار فيه مضاعفات عند المريض فجامعة العلوم والتكنولوجيا تتحمل المسؤولية القانونية تمام والطرف الاخر اللي هو المريض بده قاضي اللي هو الجامعة او اللي هي المؤسسة التعليمية بمعنى اخر انه اي طالب بأي مكان يتدرب فيه يجب ان نكون عنده خبرة كافية لتنفيذ الإجراءات التمريضية في ذلك المكان وبنفس الوقت يجب ان يكون عنده ايش سوبرفجن يجب ان يكون ايش بيكون فيه حدا يراقب تنفيذ الإجراءات لا احنا ما بنخاف مثلا لان احنا مثلا عنا من جاعة فيه عنا اللي هو احنا نسميه الكلينيكال سوبرفايزر او الكلينيكال انستركتر حتى انت تقلل من المسئولية القانونية او المسائل القانونية اللي ممكن تتعرض لها نتيجة وجودك بالمستشفى شو بنعمل تأكد من قدرتك على تنفيذ اي اجراء صحي وطبي للمريض قبل ما تعمله تأكد من قدرتك على تنفيذ اجراء معين او عندك خالل بسيط او عدم فهم لهذا الاجراء اسأل مدرسك ومدرستك اسأل المورد الموجود اسأل الطبيب الموجود قبل ما تنفذ هذا الاجراء دائما تلتزم بالاشتراطات والمعايير والسياسات الصحية للمؤسسة الصحية اللي انت تتدرب فيها يعني مثال مثلا انه مثلا مؤسسة صحية معينة مثلا او مستشفى معين بيبنع الطلاب من انهم مثلا يسحبوا عينات دم للمرضى خلاص انا ملتزم بها الاجراء ها تمام او بيبنع الممردين او بيبنع الطلاب من اعطاء ادوية لحالهم للمرضى يجب ان يكون محوم مثلا اللي هو المدرس او زي ما قلناك ليتضحوا على الكلينيكال او الكلينيكال سورفايزر او البريسبتر دائماً إحنا عندنا بكلية التبريد وبأي كلية التبريد في عندي مسؤوليات معينة مفطلوبة من الطالب يجب وسياسات معينة متعلقة في لكة الله يجب أن نطلع عليها ويجب أن نعرفها ويجب أن نلتزم فيها هكذا إحنا إن شاء الله بنكون خلصنا الإطار القانوني أو القضايا القانونية المتعلقة بممارسة العمل التبريدي بشكل رئيسي حكينا عن الانفورم كونسنت اللي هو نموذج التفويل والإنسيدنت ريبورت تقرير الحوادث وكذلك اللي هو ريبورتين كرايمز وانسيف براكتسيز وأخيراً حكينا عن مسؤولياتنا كطلاب أثناء التدريب العمل حدا عنده أي سؤال أو استفسار فيما يتعلق بالماد اللي شرحناها فيما يتعلق بالقضايا اللي طرحناها وانسيف براكتسيز